ثامناً أستعمل كل الأرقام التالية 7 2 4 5 0 في تكوين أكبر عدد يقبل القسمة على ثلاثة أصغر عدد يقبل القسمة على تسعة أكبر عدد يقبل القسمة على تسعة واثنان في نفس الوقت أصغر عدد يقبل القسمة على تسعة وخمسة أكبر عدد يقبل القسمة على ثلاثة واثنان في نفس الوقت الإجابة أكبر عدد يقبل القسمة على ثلاثة خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وعشرون أصغر عدد يقبل القسمة على تسعة ألفان وأربعمائة وسبعة وخمسون أكبر عدد يقبل القسمة على تسعة واثنان في نفس الوقت خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وعشرون أصغر عدد يقبل القسمة على تسعة وخمسة ألفان وأربعمائة وخمسة وسبعون أكبر عدد يقبل القسمة على ثلاثة واثنان في نفس الوقت خمسة وسبعون ألف ومائتان وأربعة أوظف تاسعا بإحدى الثكنات العسكرية سرية بها عدد من الجنود محصور بين مائتين وثمانية وستين ومائتين وخمسة وسبعين صففهم العريف المسؤول خمسة خمسة ثم ثلاثة ثلاثة ثم تسعة تسعة وفي كل مرة يبقى جنديان خارج الصفوف المنظمة أبحث عن عدد جنود هذه السرية الإجابة عدد جنود هذه السرية سيكون مائتين واثنين وسبعين جندياً باعتبار مائتين وسبعين هو المضاعف الأكبر المشترك لخمسة وثلاثة وتسعة والمحصور بين مائتين وثمانية وستين ومائتين وخمسة وسبعين عاشراً خرجت ثلاثة بواخر من ميناء رادس يوم واحد ديسمبر إلى ثلاث وجهات مختلفة تدخل الباخرة الأولى إلى الميناء كل ثلاثة أيام وتدخل الباخرة الثانية كل خمسة أيام أما الثالثة فتدخله كل ستة أيام أستعرض التواريخ التي تتقابل فيها كل من الباخرة الأولى والثانية معاً في ميناء رادس خلال شهر ديسمبر الإجابة التواريخ التي تتقابل فيها كل من الباخرة الأولى والثانية معاً في ميناء رادس خلال شهر ديسمبر هي خمسة عشر ديسمبر وثلاثون ديسمبر في أي يوم من شهر ديسمبر تتقابل البواخر الثلاث بميناء رادس الإجابة الإجابة تتقابل البواخر الثلاث في ميناء رادس يوم ثلاثين ديسمبر أقيم مكتسباتي أحد عشر عدد تلاميذ السنة التاسعة بإحدى المدارس الإعدادية يقبل القسمة على ثلاثة وتسعة وخمسة واثنان في نفس الوقت وهو محصور بين ثلاثمائة وعشرة وثلاثمائة وثمانين عدد الإناث يفوق عدد الذكور بثمانية وعشرين إجداز ثلثي العدد الجملي للتلاميذ امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي فنجح منهم مئة وثمانية تلميذة وتسعين تلميذا ما عدد التلاميذ من كل جنس بالسنة التاسعة في هذه المدرسة الإعدادية؟ الإجابة عدد تلاميذ السنة التاسعة في هذه المدرسة الإعدادية هو المضاعف المشترك والمحصور بين ثلاثمائة وعشرة وثلاثمائة وثمانين لكل من الأعداد ثلاثة وتسعة وخمسة واثنان وهو العدد ثلاثمائة وستون ما عدد التلاميذ الذين أخفقوا؟ الإجابة عدد الذكور ثلاثمائة وستون إلا ثمانية وعشرون على إثنان يساوي مئة وستة وستين تلميذا عدد الإناث ثلاثمائة وستون إلا مئة وستة وستون يساوي مئة واربعة وتسعين تلميذا عدد التلاميذ الذين اجتازوا الامتحان ثلاثمائة وستون على ثلاثة في إثنان يساوي مئتين واربعين تلميذا عدد الذين أخفقوا مئتين واربعون إلا مئة وثمانية مع تسعون يساوي إثنين واربعين تلميذا ترجمة نانسي قنقر